موسيقى فكرة مشروع انطلقت من تمكين لأكثر من سنة وكانت الفئة المستهدفة هم الشباب وكاننا هنا في مبوكسوبي عند دخولهم هذا المشروع هو تحقيق أمري الأمر الأول أن تحقيق أهداف مشروعي من خلال الفئة المستهدفة مخاطبتهم صورة عامة توضيح شنو الجهازات مشروعي إلى آخرين من التفاصيل والنقطة الثانية وهي الأهم أن توصل المسيج بطريقة إبداعية فاعلة تفاعلية مع الفئة المستهدفة بالتحقيق هذا الأمر طرعت عندنا فكرة من سكتش إلى صج وهي اللي تعكس فكرة المشروع إن لو كانت عندك فكرة مهما صغرت ممكن أن تتحول إلى حقيقة من خلال جائزة مشروعي من التمكين نحن توفقنا السنة في التعاقد مع بوكسوبيا وقدرنا صراحة نعطي أو نسلط الضوء على خلنا نقول الهدف المميز للمسابقة يعني يمكن المرحلة الأولى البزنس بلانينج العلاقة بين المنتور والمشارك بس المرحلة الثانية وهي جداً مهمة صراحة في عمر البرنامج أو المسابقة نفسه هو التركيز على السكتش أو الموديل فمن السكتش إلى صج فمشواره هو طويل راح يكون بإذن الله وتمكين راح تكون موجودة في كل المراحل طبعاً هاي مشروع يعتمد على سكتش أو فربشها قبل التنفيذ سواء كان صغير أو كبير وفكرتنا لحملة مشروعي رفزنا على هاي الجانب بحيث تكون جزء من المشروع سكتش والجزء الثاني راح يكون بعد التنفيذ وبعد الرسيرت اللي سوينا لمسابقات مشروعي شفنا بعض المشاريع اللي فازت تم تطبيقها وتنفيذها بدعم التمكين واعتمدنا هاي السنة شعار للحملة الإعلانية من سكتش إلى صج الحين صار لنا تقريباً خمسة شهور من بدين الحملة التسويقية من المسابقة والحمد لله يعني بالنسبة حق التفاعل السنة كان بايد أفضل عن السنوات اللي اللي مضت الحملة غضيناها طبعاً اشتملت على زيارات تعريفية حملة ترويجية إعلانية في الشوارع وإضافة إلى سوشال ميديا كامبين من خلال يوتوب وإنستغرام وفيسبوك وثويتر وبشكل عام التفاعل الجمهور كان أفضل من السنوات اللي مضت وليعني لدرجتنا كنحصل التصالات مستمرة يسئلون عن التسجيل متابينتهي اشترون من الاستمارة حتى بعد ما انتهددنا كان في ناس لحد حين تتصلوا وتسئل إذا في مجال لهم لحد حين المشاركة أو حتى أساسي يتأكدون إذا الاستمارة سلموها ومتى بتطلع النتائج فبشكل عام الحمد لله الحمد لله أتوقع الحملة وصلت بشكل واضح للجمهور المستهدد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة